بعد أكثر من عام كامل، ما زال رصيف الاعتصام يحتضن الخرجين وأصحاب الشهادات العليا في بغدادة وعدد من محافظات العراق في إطار سعيهم للحصول على فرص عمل بعد سلسلة من الوعود الحكومية التي لم تثمر عن شيء سوى لقطات وثقت تعرض المعتصمين للضرب والاعتقال على يد القوات الحكومية. وفي الوقت الذي تنتهج فيه الحكومات سياسة التخدير عبر تعهدات وهمية يقبع في الجهة الأخرى من اللفق المظلم كابوس البطالة والجوع والظلم الذي يخيم على مستقبل الخرجين ويجدد دماء التظاهرات المطالبة بالحقوق المسلوبة. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فأن أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنوياً في المعاهد والجامعات في العراق وفي العام الماضي فقط كان هناك نحو 50 ألف خريج تم تعيين نحو 2000 فقط من ذلك العدد. أما عدد العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا في العراق فيبلغ عشرة آلاف شخص بحسب وزارة العمل ولا يمثل هؤلاء سوى صورة مصغرة من مشهد قاتم من جيوش أخرى عاطلة عن العمل حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 40% بحسب وزارة التخطيط التي عزت الأسباب إلى تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. بيد أن الفساد الحكومي المستشري والسياسات الخاطئة للحكومات التي أفرزتها حقبة ما بعد عام 2003 هي المسؤولة عن ارتفاع نسب البطالة بحسب متابعين للشأن العراقي. كما أن سياسات التهميش والفساد دفعت شرائح مهمة من المجتمع إلى الهجرة والهرب من بلد أصبح طارد لثرواته البشرية فيما فتح أبوابه أمام العمالة الأجنبية بطواطئ حزبي. ووفق باحثين فأن الطبقة السياسية في العراق تعاملت مع فرص التوظيف كمكاسب حزبية في محاولة لتوسيع قاعدتها الجماهرية ونفوذها. كما حدث مؤخرا عندما أعلنت حكومة الكاظمي إطلاقها منصة التوظيف في الوقت الذي كانت تخوض فيه صراعا مع البرلماني لإقرار قانون اقتراض جديد لتأمين رواتب الموظفين لن يكون الأخير على الأرجح. اشتركوا في القناة